هنعمل النهاردة موفن شوكولاتة بطريقة سهلة خالص هنعملوا من مضرب اليادة ومن غير كهرباء ومكونات كمان بسيطة وهعرفكم الفرق بينه وبين الكوب كيك ايه قبل ما نبدأ في الفيديو لو اول مرة تشوفوني عملوا لايك وشير ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي اول حاجة عشان ابدأ بالمكونات بتاعة الموفن هجيب الاول كوباية لبن واحط عليها معلقة تخلي كبيرة تقريبا علشان انا عايز على الكوباية اللبن دي تروب هبدأ بقى اول حاجة بالبيت احنا قولنا هنستخدم المضرب اليادة ومشان نستخدم كهرباء خالص هحط بطين وعليهم فانيليا وعليهم معلقة نسكافي كبيرة هقلب بقى المكونات دي كده مع بعض شوية لحد لما حس ان النسكافي داب يعني انا مش عايز ازود اي حاجة غير لما دوب النسكافي الاول بعد كده بقى لما النسكافي يدوب شوية هنزود كوباية سكر وكمان هنفضل نقلب يعني شوية كتير لحد ما نحس ان الخاليط يفتح لونه هو مش هيفتح طبعا قوي عشان النسكافيه اصلا مغمقه بس احنا بقى دينا كده هنحس ان السكر داب يعني بده نضربه كده شوية بالضبط كده هزود بقى بعد كده نصف كوباية زيت احنا مش هنحط في المقدار زبدة ولا سامنة ولا اي حاجة هي نصف كوباية زيت بس مش بتاخد دهون كتير كمان هنقلب بقى كويس خلص كده بالمضرب لما يضوب وبعد كده هنزود كوباية اللبن الرايب وهنضربها بالمضرب بس لحد لما اللبن يختفي خاص لو ما فيش لبن رايب ممكن نحط زبادي بس بنفس الكوباية يعني تبقى كوباية زبادي في نفس الكوباية دي بعد كده انا هكون نخلة كوبايتين دقيق ونصف كوباية كاكاو خام ضروري خالص ان الكاكاو الخام يعني اكون نخلة علشان يبقاش في تكتلات ولا قطع هتزهر في المفن بعد كده هزود بقى كمان معلقة بيكنج بودر صغيرة مش يعني مش كبيرة انا حطيت معلقة تعريبا صغيرة آآ وبعد كده بقى هقلب الخليط بالمعلقة مش هقلب بالمضرب خاص الفرق بين المفن والكوبكيك اول حاجة ان المفن الخليط بتاعه بيكون تقيل شوية الكوبكيك بيبقى خفيف خاص وحاشش مش بيكون بالشكل ده كده آآ كمان المفن كمان بنزود له قطعة شوكولاتة انما الكوبكيك ميفعش نزود له لو زودنا اي قطعة شوكولاتة او اي اضافات لي بتنزل تحت في الورقة من تحت عشان هو الخليط بتاعه خفيف وبيكون حاشش قوي انما المفن بيبقى اي حاجة بتضفيها عليه بتلقاها في نفس المكان بتاعها يعني لو حطين حاجة في النص بتفضل في النص لو منازلينها في الورقة من تحت بتفضل ولو فوق كمان على الوش بتفضل على الوش عادي كمان المفن لما بيخرج من الفرن بنحسله شوية مقرمش من الطروف وبيبقى طاري من جوه انما الكوبكيك بيبقى حاشش خالص وخفيف ومن بره ومن جوه عادي كمان لما نيجي نعب المفن بنملل تقريبا تلت تربع الورقة انما الكوبكيك بيبقى نصه بس وهو بيكمل هو الفور انا زودت الكتعة شوكولاتة كمان على الوش غير اللي كانت جوه في المفن من جوه وبعد كده سخنت الفرن على درجة حرارة 180 هو المفن بيقعد تقريبا تلت ساعة يعني مش بيقعد اختر من كده المفن طالع طعمه حلو جدا جدا يعني لذيذ خالص وخفيف مفيش في دهون كتير وطعمه حلو خالص ومقرمش من بره وطاري من جوه كمان كل قطعة شوكولاتة تحطت فيه زي ما انتم شايفينها هتفضل في مكانها عادي مش هتتحرك اللي فوق زي ما هي عادي واللي تحت عشان هو القوام بتاعه بيكون تقيل شوية عن الكوبكيك آآ الوصفة حلوة جدا وسهلة ولذيذة خالص عايزكم تجربوها وتقول لي رأيكم فيها ايه وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو اعقاب كل الفيديو